التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة خنان للاستثمار والتي تمثل الذراع الاستثماري لمقاطعة خنان الصينية وخلال اللقاء ثناولا مدبولي خطط الحكومة المصرية المستهدفة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة حتى تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر ومن جهته أعرب المدير العام للشركة عن اهتمامه بأنشطة الشركة والمجالات التي تعمل بها وما يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية من دعم لقيام شركة خدان للاستثمار في مصر